دشن المكتب العالمي لحكومة الشارقة منصة الدعم الحكومي التي تستهدف إثراء التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة وأطلق المكتب ضمن مبادراته الداعمة للعمل الحكومي في إمارة الشارقة دليل إدارات الاتصال الحكومي في التعامل مع الأزمات الذي يستعرض أليات التعامل مع الأزمات وكيفية إعداد الخطط جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مقر مسرح المجاز بحضور سعادة طارق سعيد علاي مدير عام المكتب وعضاء شبكة الاتصال الحكومي ومنتسبي برنامج المتحدث الرسمي ومنسقي الأجندة الحكومية في إمارة الشارقة وتتناول منصة الدعم الحكومي الأجندة الحكومية التي تستهدف توحيد الخطط الاستراتيجية لضمان تنسيق العمل بين الدوائر والعمل بروح الفريق الواحد وتوفر الأجندة فرصة للتعامل مع المسجدات والأحداث المتوقعة لإعداد جدول عمل مستقبلي في حين يحاكي دليل التعامل مع الأزمات تطلعات المكتب الإعلامي في دعم إدارة الاتصال الحكومي بحكومة الشارقة وتسهيل مهامهم وفق أعلى معايير الجودة والمهنية بما يتوافق مع دور شبكة الاتصال الحكومي التي تضم المتحدث الرسمي من كل جهة حكومية في إمارة الشارقة وفريق الأزمات الذي يتم تشكيله حسب طبيعة الأزمة بعضوية بعض أعضاء الشبكة كما يضم في عضويته بشكل متناوب متخصصين في إدارات الأزمات أطلقنا من خلال هذا الاجتماع منصة الدعم الحكومي ومن خلال هذه المنصة اليوم الجهات تستطيع أن تقدم طلب هذا الدعم لدعمها علاميا على مستوى المحلي أو حتى الدولي أيضا أطلقنا سياسة علامية للتعامل مع الأزمات والكوارث ننسق هذه الجهود ما بين المكتب العلامي لحكومة الشارقة وما بين أيضا الجهات الحكومية لإيصال رسائلنا من الحكومة إلى الجمهور من خلال وسائل التواصل ووسائل الإعلام بكل احترافية ووضوح نحن اليوم بلدية مدينة الشارقة في أن نحن نطرح تجربتنا أثناء إدارة أزمة الأزمة الأخيرة الخاصة بسقوط الأمطار كيف قدرنا نتعامل مع هذه الأزمة شو الجهود التي تم بذلها من قبل الفرق الميدانية في بلدية مدينة الشارقة وكذلك الجهود الإعلامية التي صاحبت هذه الأزمة